أنا ما كانش عندي شك إن الزمالك أقصى حاجة ممكن يتعادل في الماتش لكنه نخسر ثلاثة والأولينية زي الثالثة هي دي زعلتني أول حقيقة طيب حرصت المرمى جنش ووقوفوا في هذه المباراة لا يسأل لا يسأل لا يسأل ده الجنين من السكسيار ده وضرب الجزاء وبعدين الكرة ملعوبة البرة يعني مش بالعرض هو مثلا مطلعش قفل مسؤولية دفاع بحد مليون في المية مليون في المية دفاع وبعدين بتتكلم في واحد احنا بنعتبره من أفضل المدافعين في مصر السنة دي الونش الونش واحنا بنلعب فاكر يا جمال واحنا بنلعب أنا ثلاثة اربع لعبي وقابل حسن حمدي كلام مش لعب أيها بس كابتن باردو محمد عبدالغاني كان مندفع شوية في ضربة الجزائي كان فين دفاع شوية في ضربة الجزائي أولا الخبرات بقى بتاعتي طب حقولك من ضمن الحاجات برضو بنادي الزمالك السربعة من ضمن الحاجات دقة الباص في التلت الهجومي مش موجودة يعني حطها الأحداث دوت مظبوط حطها في القاود باصة باصة تروح تجيب جنب تركب الماتش وتكسب احنا عندنا دي فهات كتيرة قوي في الكرة يا جماعة تمام